تم في عمان أمس توقيع اتفاقية المنحة الكويتية التي قدمتها دولة الكويت لتمويل إعادة عمار غزة والتي أمر بتقديمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لإعادة إعمار قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم تم اليوم التوقيع على اتفاقية المنحة التي قدمتها دولة الكويت لتمويل إعادة إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار كجزء من تعهداتها التي أمر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسرعة تنفيذها خدمة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي هذه الظروف ووقع الاتفاقية عن الكويت مستشار الصندوق الكويتي طارق لمنيس وعن الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني وبحضور السفير الكويت بعمان الدكتور حمد الدعيج حيث كانت دولة الكويت قد وافقت على المشاريع المقدمة من الفلسطينيين لإعادة إعمار غزة بشكل كامل على أن ينفذ الدعم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هذا الاتفاقية في الحقيقة امتداد لتعاهد دولة الكويت التي أعلنت عنه في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع غزة في القاهرة والتي تم في أكتوبر 2014 والتي تأتي لتعمل على التنفيذ الفعلي لهذا التعاهد في الحقيقة يعتبر أول اتصال مباشر أو تنفيذ مباشر لمنح الصندوق ومنح القومة الكويت اللي هي قطاع غزة والضفة الغربية نحن نأمل إن شاء الله تعالى هذه سوف تكون البداية ونأمل أن يحقق المشروع وهذه المشاريع الهداف المرجوة منها إن شاء الله تعالى في أكربورت ممكن وحسب الاتفاقية ستنفذ المنح عبر الصندوق لصالح مشاريع خاصة بإعادة الإعمار لبناء المساكن المهدمة بشكل كامل بواقع ألفي وحدة سكنية ومشاريع خاصة بإعادة تأهيل وإعمار المنشآت الاقتصادية ومشاريع إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية في حدود البلديات عدا مشروع إنشاء خط المياه الناقل من شمال القطاع إلى جنوبه وكانت الحكومة الفلسطينية قد ثمنت الدعم الكويتي المستمر للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وبشكل خاص في القدس وغزة معتابرة هذا الدعم تجسيدا للموقف التاريخي المساند للشعب الفلسطيني حدث تاريخي بكل معنى الكلامي خاصة بخصوص برنامج إعادة الإعمار لغزة التي تعرضت إلى عدوان همجي في الصيف الماضي فالمنح الكوتي التي تبرعت فيها الكوتي مؤتمر المانحين في القاهرة الآن تجسدت في هذا التوقيع وإن شاء الله سيتم تفعيلها وتنفيذها من خلال برنامج تنفيذي تم الاتفاق عليه بين فريقين الفنيين على مدى الأربع أيام الماضية والتي تتوج اليوم بالتوقيع إن شاء الله بعد الحصول على الموافقات النهائية ببداية شهر أبوعة سيكون فيه انطلاقة لتنفيذ هذا المرنامج الذي سيكون محور من المحاور الأساسية في برنامج إعادة الإعمار في القطاع سواء على مستوى السكن على مستوى توفير خدمات المياه القطاع الاقتصادي والزراعي على مستوى القطاع الصحي والتعليمي يعني البرنامج شامل كل القطاعات الرئيسية فنحن بهذه المناسبة بالنيابة عن دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية بحب أشكر سمو الأمير دولة الكويت الشيخ صباح والحكومة الكويتية وصندوق الكويتي على جهودهم وعلى دعمهم المستمر بهذا التوقيع تدخل منحة الكويت لإعادة إعمار غزة المدمرة حيز التنفيذ التزاما منها لخير الأشقاء ودعم صمودهم على الأرض في مواجهة آلة البطش والتدمير الإسرائيلية ما وصفه الفلسطينيون اليوم التعبير اللافت عن مشاعر الأخوة الدافئة بين الكويتيين والفلسطينيين هاني البدري تلفزيون دولة الكويت عمان